اشتركوا في القناة اس بي فلاش درايف اللي كل العالم هلأ صارت تستعملها حتى فيه كمبيوتر بطلوا يستعملوا فينا نقول البيلت ان ميموري اللي بقلبوا ان كان اس اس دي او حتى هارد ديسك يعني بطلوا يجيبوا كمبيوتر مع كباسيتي كتير عالية لان كل العالم صارت تحمل هالفلاش درايف هالي اس بي اللي من حتى عليها مية بالمية وفينا نلأ وين نابدنا وعملي كتير فالفكرة الجديدة من كينغستون هي يكبروا هالكباسيتي كتير كبيرة هني بلشوا بسنة الالفين كان اكبر فلاش ميموري 8 جيجا بايت هال عم نقول يعني ميجا بايت صاري 8 ميجا بايت اللي هي كباسيتي يعني جيجا بايت مهم اي صح الميجا بايت كان كباسيتي كتير قليلة بالالفين وصارت تتطور ويزيد 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 يعني مقابل الصورتين اليوم اذا بنا نعملون داولود اي مقابل صحيح صورة يمكن حتى اذا بتحتي صورة 12 ميجا بيكسل ما بقى تساعة بركي بس الحلو بي بي كينغستون انه كبروها لدرجة صارت 2 تيرابايت 2 تيرابايت اللي هي بالوقت الحاضرة اكبر يو اس بي فلاش درايف اكبر كباسيتي موجودة يعني ميجا بايت جيجا بايت تيرابايت تيرابايت اكزاكلي يعني عم نحكي حوالي 262 الف مرة اكبر من اول واحدة عملت صار فيك تحطي فيديوز فوتوز كل شيء داتا عنك بكل سهولة على هال ولكن هل في ناس بالفعل بحاجة لها الأد كباسيتي صحيح في كتير يعني هي اذا بدك فيك تروح بزنس اكيد بحكم مهنتهم مش للترفية صحيح هلا للترفية فيك تحفظ عليهم اشياء للبيت خليهم عندك صور العائلة فيديوز للعائلة هون فيك تجمعيهم حتى اذا عندك أفلام بديك تحضر أفلام فيك تجمعيهم الأفلام اللي تعرفك في كتير ناس عندهم أفلام حطتهم مثل لابري فيك تحطيها على هال USB بكل سهولة صارت موجودة بالأسوأ وكمية في مننا وان ترى هادي من كينغستون هادي أول إذا بدك جادجت لليوم وبعدها حجمة بعدها كتير صغير ومعمولة من ألومينيوم خفيفة السعر قدير بيختلف السعر شوية غالي السعر شوية غالي لأنه هالقد الكباسيتي أكبر صحيح يعني عم نحكي تقريبا بسعر حوالي ما تستمنا بالأرقام لأنه في رقم بأول 1 تيرابايت كانت 2700 دولار بأول ما طلعت هون عم نحكي 2 تيرابايت يمكن مجدوب ولكن هي 2700 دولار مأزية فكيف بس تعرف يعني كان واحد عم نشتري كمبيوتر تقريبا ليخزن كل المعلومات اللي عنده إياها تاني قتم عم نتقل عنه عم نحكي عنه بالتحديد هو كلنا عم نشوف في الـ في أر كل العالم عم تحط هال ماسك وبيلعبوا بجيمز وبيحطوا حتى التليفون وهذه الأمور في فيرشول مية بالمية بس هون الفكرة صارت أحسن بكتير من أن تكون فيرشول في أر هاتسات من لينوفو هي إذا بشوف هون عم نشوف القلب هي للتعليم أكتر عم نشوف كل شي فيرشول قدامك بس 3D وبذات الوقت عم يعطيكي كل المعلومات يعني هون للتسئيف للولاد لكيف يعملوا درسهم كيف هون عم ندرس سيانس بركي مع هال الفكرة الجديدة هادي انطلاء جديد لينوفو بهال الفكرة اللي هو اسمه هولوكيوب تسز افكاري صغيرة نحكي عنا هون رح نحكي عن فكرة كمين كتير مهضومة كتير مهضومة للناس اللي بهمهم وزنهم وصحتهم ونصحتهم وأكتر شي للرجال اللي بهمهم انه ما يكون عندهم كرش ليش لأنه في هالبالت اسمه والت هو it's smart بالت هو كوننكتد على يور فون والت بين كلمة ويت والوزن والأشاط فهالأشاط قدر يحسب لك كل شي قدر يحسب لك كم ستب مشيتي الدائق كالوريز الدائق بتحرق كل هدول الأمور وبذات الوقت وينه نشتي بدي أسأل وينت عايدني ليده هده أحلى كده مهضومة نشتي هو تادي بير طبعا ستوديو مشاهدين هلأ منشوفه بعد شوية الحلوة كمان انه اذا بتعير هالبالت على ياس خسر الشخص اذا بزيد شوي ياسه او خسره وبيعرض شوي يعطي نوتيفيكيشن مية بالمية على التليفان وهالنوتيفيكيشن كمان بتقلك اذا أكلت كتير لانه في مرتنا بقاعدين على الغضاء وعن نيكل هون حسب الضغط اللي عم بيشار فيه يمكن البلد في عنده سنسور والحلو انه اذا أكلنا كتير مثل هادي في كتير ناس بتفك الأشاط وبتفك هون شو بتعذار هون دغري ممنوع خفف هيدا أصحاص خفف أكل أو وقف يعني اذا بشي مطعم لقينا شيئشات ما ستوتع جنب هيدا بيكون الوال تبعك كمان خبرية مخضومة كتير مع كل الضجاج اللي بيصير حوالينا كان في كتير هاد ست او حتى اير فونز مع كيبل من عدة شركات فينا نقول أشهرهم كانت بوز بيعملوا نوز كنسليشن لكل شي في ضجة حواليك بالأخص إذا طلعت اعطي بالتيارة فيها كتير ضجة كل الوقت في صوت المحرك ففي ناس كتير تنزعج على بالأخص إذا كانت فترة كتير طويلة الخبرية الأحلى أنه صاروا مثل ما تشوف بصورة ويرلس سوما بقع عندك مشكلة كيبلز رح يكونوا دندلين مربوطين بشي بتحطي هال ويقضوا على كل النايز هالضجة اللي حواليك بيخففوا مننا بنسبة كتير عالية لماذا كانوا مع واير؟ على طول كانوا مع واير هيدول الجديد هالي اير بلاكس بس تنمنع الصوت الخارجي صحيح سو عم بيشتغلوا بطريقة كتير حلوة كمان وهي بذات الوقت هني فيهم يكونوا موصولين بلوتوث على سمارت فون فيك تسمع ميوزك فيك تعمل كل شي بس الفكرة بس هون عم نشوف انه خففنا يعني بنسبة عم نلغي بنسبة كتير عالية عم نخفف صوت بنسبة كتير عالية لا حتى كمان الواحد يكون مرتاح يمكن يعني اكتر شي صدقيني بالسفر كتير تنزعجي بالطيار خاصة فيه ولد وصفرات طويلة طويلة وكل هده الامور كتير مزبوط فهون وفي فريقوينسي هل يعتبروا استثمار بهيك حالات صح استثمار بيحروز حتى فيه فريقوينسي كتير مئزيين للدينة أكتر شي بتسمعيون هل هل بيقدروا يلغون يلغون وحقوا حتى إذا ما لغون على آخر بيقدوا يخففوا بنسبة كتير عالية منهم مبارف إذا عنا وقت بس بعد معنا عشرين ثانية شو تخبرنا كتير فكرة مهضومة هي تتغيرلك المود هي تنحط على على الإيد مثل الساعة بس نلبس بالعكس وهون تحسب لك الدقات القلب وهي بتساعد لتغير نمط دقات القلب يعني إذا أنت كتير هايبر بتخفف في النمط على هالدابل هي بتجرب تخفف لك من دقات القلب تتروئك لأنه هي بتصير الدق على إيدك مثل النبض تقنية موجودة صحيح وبذات الوقت إذا كتير ريئة بدي تكون هايبر فيك تعلي هالدقات لحتى يساعدوك أن تكون شوية ناشيطة أكتر بين هاي دي الجادجت والأسوار اللي حدها بفضل الأسوار اللي حدها آه أوكي تجي مع الأسوار تناعرف شكرا فادي أخبارك حلوي ومفيدة اليوم نشوفك بحلقة مقبلين أبعد شفايا بقين طمعنا يمكن يمكن هلأ منتفن أنا وياك رح ناخد دواء في أسينا مشاهدينا ومنكمل مع أوتوفوكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر